بسم الله الرحمن الرحيم وقدركم مشاهدان الكرام بالخير والعافية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلام الأحمر حلقة جديدة تقف على أهم التطورات والتحولات الدولية كما عتدنا معكم وهو الوقوف على المستجدات والتحولات والتفاعلات على المستوى الدولي وعلى المستوى الأقليمي وعلى المستوى المحلي وكل ما يخص التفاعلات الأقليمية والدولية المتعلقة أو التي تؤثر أو التي ترتبط بعملية تسير أو صورة باشرة بالملف اليمني في هذا الأسبوع كان هناك أحد أهم الأحداث المفاجأة وفي الفترة الأخيرة وهو ما حدث أو الوضع في لبنان وكما تحدثنا في سابق من الحلقات بأنه دائما كنا على موعد بأننا سنتحدث عن لبنان كنموذج من نماذج التوغل الإيراني في الدول العربية وكيف تستطيع إيران في أي دولة تتوغل فيها أن تفسد هذه الدولة أو أن تمزقها أو أن تقسمها أو أن تضع فيها الكثير جدا من الإشكاليات وكان نموذج لبنان هو النموذج الأكثر والأكرب دائما في الحديث ولكن لم يتسنى لنا حتى هذه اللحظة أن نفتح لبنان كدولة منهارة اقتصاديا منهارة مؤسسيا منهارة سياسيا منهارة ثكافيا في حالة تشدر كبيرة جدا لكونها دولة طائفية ولكن العامل السياسي والقوى الخارجية وعلى رأسهم إيران هي السبب الكبير جدا في تحويل لبنان إلى اللا دولة وكما ذكرنا بأن السياسة الخارجية الإيرانية أو السياسة الأطمع الإيرانية في المنطقة العالم العربي تعمل على تدمير الدولة ثم ملشنتها بدولة بمليشيا هي ما تتعاملك أو تتغول على الدولة الأساسية هذا الأسبوع حدث أحد أهم التطورات في مسارة التفاعلات السياسية اللبنانية وهو كما ذكرنا ما حدث من اندلاع لحرب الشوارع في بيروت أنذرت بوجود أو إعادة حرب أهلية ثانية في لبنان في هذا الحلقة سنقف حول هذا الحدث في ظل خلفيات السياسة الإيرانية في ظل خلفيات السياسة الإقليمية بصورة كامل في التفاعلات التي تمركز في إيران كذلك متوازية مع انتخابات العراق التي حدثت في العاشر من أكتوبر والتي خسر فيها التيار الحشد التابع لإيران في الانتخابات وبالتالي سنقف على هذه التطورات التي في لبنان في ظل خسارة الورقة الإيرانية في العراق واللي نحدث أو نجيب على أهم السئلة التالية هو ماذا يحدث في لبنان لماذا اندلعت هذه الحرب الشوارع ولماذا كانت تصعيد بهذا الشكل وهل نحن أمام حرب أهلية ثانية في لبنان أيضا المحورة الثانية والسؤال الثاني في هذه الحلقة هو لماذا قرر حزب الله التصعيد بهذا الشكل وبهذا الطريقة في ظل حيثيات الإشكالية والمحورة الثالث هو لماذا تدهور أوراق إيران في المنطقة بهذا الشكل وما هي استراتيجيات العربية القديدة أو ما هي التفاعلات أو طبيعة النمط أو التفاعل السياسي العربي أو العقلي الأستراتيجيات القديدة العربية في مواقهة الصراع العربي الفارسي أو سموه الإيراني العربي أو الشيعي الإيراني مع السنEP كما كانت هو صراع موجود في هذا الحلقة سنقشد ثلاث المحورة المحور الأول ماذا حدث في لبنان في لبنان حدث ما شاهدناه أنه نزلت ميليشيات الحزب الله إلى الشارع مستخدمة طلاق النار واشتبكت مع ميليشيات المارونية والمسيحية في بيروت وباستخدام الأسلحة بكافة أشكالها في مشهد عاد تاكرة السياسة العربية إلى عام 1975 ولحظة اندلاع الحرب الأهلية الثانية في مشهد عاد ذكرى اندلاع الحرب الأهلية الأولى في لبنان في الواقع خلفية هذا الحداث الدامية في لبنان تعود إلى انفجار مرفأ بيروت الذي حدث العام الماضي والذي كان حدث هائل أودى بخسائر كبيرة جدا وأدى إلى مقتل مئات وإلى تدمير مدينة بيروت بأسلوب كبير جدا وأدى إلى إصابة مئات الآلاف من الناس وتدمير بنية تحتية اقتصادية هائلة كلها علما بأن هذا المرفأ يكع في منطقة المارونية أو في منطقة تخضع للتواجد الأرقية المسيحية والمارونية في لبنان كل هذا أوجد واقع مأساوي عاكب هذا الانفجار وكان منطقة اللحظة الأولى يعلم الجميع بأن هذا الانفجار كان ناجم عن تخزين حزب الله لمواد متفجرة يستخدمها في تصنيعه وكان هذا التخزين يتم بموافقة وبرعاية شخصيات سياسية مسؤولة في الحكومة اللبنانية في ظل النظام السياسي اللبناني الذي يخضع للتكاسم الخارجي القضاء اللبناني أو حجم الكارثة الذي حدثت قبل عام أدت إلى مئات وألاف الدعوات إلى طروط المطالبة والوقوف على من مسؤولية هذا الانفجار الذي أودى بحياة المئات وأودى إلى هذا الخسائر كلها وكان هناك دائما عنوان كبير جدا نحو القضاء نحو إيجاد لجنة تحقيق أو تقصي حقائق لمن هي وغيك في خلف هذه المسؤولية ومن هي الجهات المسؤولة عن هذا الحادث فكان من المعروف منذ البداية بأن حزب الله هو المسؤول وكان حزب الله حريص على تفادي أو نفي هذا الارتباط وكان لأن التهمة كبيرة لأن المرفأ مرفأ مدني لا يجوز في تخزين مواد عسكرية أو مواد الانفجار ولا يتم تخزينها بهذا الاستهتار وبهذا الشكل وبهذا الكميات ولا يمكن أن يتم تخزينها في ظل مباركة أو موافقة سياسية لكن لجنة التحقيق التي تأسست في البداية برئاسة قاضي يدعى فادي سوان هذا الرجل تم إقالته لأسباب سياسية ثم جاءت لجنة التحقيق وعينت قاضي جديد هو طارق البطار الذي هو محل الأزمة حاليا وهذا قاضي عدلي أو من القضاء على اللبناني جاء ووضع أو بدور الانفجار أو الانفجار هذه الأزمة هو أنه حرر مذكرة يستدعي من خلالها مجموعة من المسؤولين للتحقيق معهم كمتهمين أو مشتبه فيهم في تحمل مسؤولية وجود هذا الكمية الهائل من المتفجرات في هذا الميناء المدني والذي أود إلى هذا الأشياء كلها موضوع حساس لكن من جاء في المذكرة من أسماء؟ في المذكرة طبعا الرجل أصدر مذكرة للتحقيق يعني لم يدين ما زالت متهمين والتحقيق يعني شي طبيعي ولا يمكن أن يتهم طواب المخزن أو حرس المخزن هناك كضية كبيرة جدا تقف خلفها قوة كبرى في اللبنان فأصدر مذكرة استدعى فيها مجموعة من المسؤولين اللبنانيين من كافة الأطياف أو من أهم الأطياف مختلف الأطياف السياسية وكانوا عبارة عن ثلاثة من الشيعة واثنين من السنة واحد شخص ماروني الثلاثة من الشيعة أو من حزب الله وحركة أمل الشيعية أو من تيار السنة في لبنان أو من المارونين كانوا بالتالي رقم واحد وهو رأس المشكلة هو العلي حسن خليل وهو وزير مالية الشيعي ويخضع أحد المقربين لبري أو رئيس حركة أمل والمتعاملين مع حزب الله بصورة كبيرة وهذا الرجل يعتبر مقدس ولا يمتلك خيط كبير جدا وهذا هو جوهر الإشكالية الشخصية الثانية كان غازي زعيطر كما يقوله هو وزير الأشهال السابق وعض برلمان أيضا في حركة هو الشيعي أيضا والشخصية الثالثة كان توني صليبة قائد جهاز الأمن العام وهو الماروني الوحيد ماروني جهاز رئيس القضاء أو رئيس الأمن في لبنان أيضا هذا المشنوق وزير الداخلية السابق وهو السني وحسن حسن دياب رئيس الوزراء السابق اللبناني وهو أيضا سني وكان هناك إذن اعتراضات سنية لماذا هذا الشخص أو لماذا هذا القاضي طارق البطار يستدعي رئيس وزراء ويعتبروها التائرات السنية في لبنان بأنها نوع من لكن حزب الله كان له كاد المريب أن يقول خذوني يقول له احتبارات كبيرة جدا لأنه استدعاء هذه الأسماء ولا سيمة علي حسن خليل جعلها من القبة سنتحدث فيها قادم الحلقة عن لماذا التصعيد ولماذا هذا التهور لكن حزب الله طالب مباشرة بأن هذا القاضي لا يصلح وكأنه استدعاء مع أن القاضي يحق له أن يستدعي حصر النصر الله نفسه لا يوجد جرم أو خرق للدستور أو خرق لكرامة أيها أن نستدعي عن انفجار هائل دمر لبنان ودمر اقتصادها وقتل المئات وقتل في ظل حساسية معينة طبعا المارونيين أو المسيحين في المقابل أبدو التعاون الكامل سواء من قبلتوني الصليبة وما ذلك وبدأي الوضع الوطني كان سليم الاعتراضات السنية كانت بسيطة على استدعاء حسن حسان دياب لكن الموقف الشيعي أو حزب الله أو إيران كان مختلف تماما ونزل حزب الله بالمسلحين في 14 أكتوبر وأطلق الرصاص في الشوارع ونزل إلى منطقة عين الرمانة وعين الرمانة هذه هي المنطقة التي اندلعت فيها أو هي المنطقة الإقطاعية في بيروت ينكسم فيها التكتلات السكانية وفق الفساء اللبنانية بين المرامنا المسيحين وبين المسلمين البقية فنزل بالأسلحة ونزل بفوضى غير طبيعية وربط الموضوع بكهنوت ولبيك يا حسين ومؤامرة وإسرائيل وأمريكا وكأن الموضوع ليس مجرد قضاء يستدعي مسؤولين في قضية كبيرة بهذا الحجم على الإطلاق وكأن هناك ناس معصومين من الخطأ أو لا يحكي للقضاء أن يتم نزل بمسلحين وأطلق قضاء في أربيجي ثم كان هناك بالمقابل المارونين لديهم ميليشيا أخرى فهي حزب الكتائي حزب القوات اللبنانية فهذا الحزب إذن نزل بمسلحين وتم تبادل إطلاق النار وكان هناك قتلى وصال هذا المشهد الذي أعاد للناس بوادر في نفس المنطقة التي انطلقت منها الحرب الأهلية أعاد للناس السؤال هل ستندلع حرب أهلية ثانية في لبنان بغض النظر عن عدم انطلاق حرب أهلية لأنها ليست من مصلحة العرب ولا من مصلحة إيران إيران دائما تنجح بالفوضى وكل ما يحدث في لبنان هو نتائج الفوضى وكل ما كان يكون في فوضى تستفيد إيران تعيش من الفتن والفوضى وتنتصر في معارك الفتن والفوضى لكن الحرب الأهلية فتي لها بدأ يشتعل الحرب الأهلية عبارة عن طوائف وجماعات وكل جماعة تستعيد بقوة إقليمية خارجية وبعدها ثم تأتي هذه القوات التي تتمركز في ركعة المنطق تماما مثل ما حدث في الحرب اللبنانية الأولى الحرب اللبنانية أو الحرب الأهلية اللبنانية الأولى تمت في العام 1975 واستمر 16 عام في ظروف وفي نفس المكان الذي اشتبكت فيه كتائب أو ميليشيات حزب الله مع ميليشيات حزب القوات اللبنانية الذي رأسه جعجاء في عام 1975 كان هناك التفجير لشاحنة أو لحافلة في منطقة في هذه المنطقة نفسها عين الزيتون عين الرمانة في نفس المنطقة نفسها عين الرمانة وكان هناك تبادل الاتهامات بين كل من حزب الكتائب التابع المراونة وبين الباقية فكان حزب المراونة استدعوا السوريين لحمايتهم المراونة من حزب الكتائب ثم جاء السوريين وخذلوا حزب الكتائب مما اضطرع حزب كتائب إلى اللجوء إلى الإسرائيليين ثم قامت انفعلتهم وهناك بدأت حركة أمل سعيد اللجوء أيضا وتدخلت إيران في تلك المرحلة وقامت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 16 عام حتى عام 1990 في هذا المرحلة وقامت حرب أهلية أكلت الأخضر واليابس ودمرت لبنان كليا وقتل أكثر من 100 ألف أو 120 ألف لبناني في هذا المعركة المشهد الحالي الآن طبعا وكان هناك منظمة التحرير الفلسطينية كانت أيضا في خضم هذه الحرب الأهلية في تلك المرحلة لمن يمتلكوا الذاكرة السياسية حتى اللحظة لكن المشهد الحالي اليوم لا توجد فيه سوريا أصبح حزب الله هو اللي نافذ في سوريا الآن حاليا ولا توجد منظمة التحرير ولا توجد قوى أساسية وموش هذا الحالي ويبيت فيه إيران حزب الله في هذه المرحلة أقوى من الدولة وحزب القوات اللبنانية أيضا ما أقوى من الدولة وبالتالي والكتاب وكل منهم يمتلك مئات ألاف المجندين والمسلحين وموضوعا يطلب طارق البطارقة والقضاء مجموعة من الأشخاص منهم حسن علي خليل كان هناك على طول نزول نشاهد هذا المشهد نزول حزب الله للشارع بهذا الشكل وبهذا الكهنوتية ونلاحظ كيف موقف الجيش نشاهد هذا الفيلم الفيديو ثم نعود شريعة ونحن نزول لبيك يا حسين لباينك يا حسين طبعا عقب مطالبة حزب الله بإقالة طارق البيطار المرتين من القضاء العلاء والقضاء العلاء يرفض هذا الطلب لعدم وجود أسباب حقيقية أو قضائية أو لائحية تستطيع أن تقيل القاضي ولا سبب أنه للمرة الثانية القاضي كان هناك نزول الطرق إلى البلطجة لأنه التحقيقات واستدعاء هؤلاء الأشخاص سيدين إدانا يعني الحزب الله متهم وكل لبنان يعلم بأنه هو من يقف وراء انفجار أو هو السبب الرئيسي وراء انفجار ميناء بيروت لكن ما حدث حاليا هو أنه أن حزب الله كما شاهدنا نزل بكثائب المسلحة بالأسلحة كما نشاهد في الفيديو بالأسلحة ويا حسين ويا حسين وبهذا الشكل يعني وبينما الجيش في ظل حساسية الموقف وفي ظل ضعفه أمام هذه الملشيليات المتعملكة لأنه للأسف العرب سكتوا على النفوذ الإيراني قيلة السنوات الأخيرة ولا سيما منذ اغتيال الرافيق الحريري لأنه حزب الله منذ اغتيال الرافيق الحريري وحتى انفجار هذا المرفأ في حالة نمو متصاعد وفي حالة استراتيجية تواجه هذا الخطر بأسلوب لم يكن فعال حتى هذه اللحظة فقمة الملشنة التي شاهدنا ومع يعني ما شاهدنا الفيديو مع علاقة الحسين في موضوع قضائي يطالب فيها قاضي معين مجموعة للاستدعاء في ظل دولة ليست محكمة دولية أو محكمة دولة جنائية يعني نتذكر نتذكر ليس ببعيد في المحكمة التحقيقات الدولية في مقتصر الحريري كان ايضا حزب الله يفرم العدالة ولكن كان يتكلم هناك اجانب ما لذلك هذه محكمة لبنانية صرفة يطلب فيها القاضي احد المسؤولين السابقين ذو الصلة والعلاقة المباشرة في التحقيق بهذه الجريمة الكبيرة لكن مباشرة ينزل يا حسين يا حسين بهذا الشكل وبهذا التعدي وبهذا الاستهتار بالجيش وبهذا البلطة يا بينك حسين هذا هي الثقافة الايرانية وهذا هو ما تريده ايران انهاء الدولة وبكاء للدولة بهذا الشكل فنزول الميليشيات طبعا الجيش لا يستطيع التدخل في ظل حساسية الموقف لا من حيث القوة ولا من حيث السياسة ولا من حيث الاهراج كذلك في المقابل كان المراونة لديهم حزب القوة اللبنانية اللي بدأت حزب القتائل وكان هناك اشتباك وكان هناك قتلها فالكاضي عندما يستدعي فلا ستجد قضية اللهم وأنه حزب الله نزل بهذا الشكل وبهذا الرعونة وبهذا التحدي وبهذا الايرانة هذا هي ايران وهذا ما يحدث في اليمن وما تريد أن تحدثه في اليمن وما تريد أن تحدثه في سوريا وفي لبنان وفي كل وفي العراق هذا هو الثكافة الإيرانية تدمير الدولة وتدمير تلك الشعوب وإفكارها وضعاتها ثم تكوين ميليشية متبلطية بمنتهى الصراحة لكن إذا ما جئنا إلى المحور الثاني في هذا الحلقة وقلنا لماذا قرر حزب الله التصعيد بهذا الشكل يعني لماذا بهذا الرعونة وهذا الانكشاف وهذا التعري وهذا التحدي وهذا البلطية العارية الصريحة الواضحة أمام الرأي العام العالمي وأمام الرأي العام الإقليمي والمحلي بهذا الشكل لماذا اضطر حزب الله لذا التحرق بهذا الشكل وبهذا طبعا وفق التكارير كثير تحدثت عن خلفية هذا القرار وعن خلفية هذا البلطية التي حدثت من قبل حزب إيران المسمى بحزب الله فأنه يتحدثوا بأن حزب الله فعلا فقد الكثير من شعبيته ونفوده في لبنان وتتحدث التكارير ونحن ندرك الكلام هذا من قبل بأنه كل مشاعر حزب الله بأنه نفوده أو شعبيته في حالة تهديد يلجأ إلى الشارع ويلجأ إلى البلطة يلجأ إلى التهديد بتفكير الدولة اللبنانية وقد فكرها لأن تعد هناك لدولة اللبنانية في الواقع فالشيء الذي يزعج أيضا حزب الله في الواقع هو أنه التوجه الغرب أو الملاد المتحدة الأمريكية أو الدول العربية التي تواجه الخطر الإيراني من شلال آلياتها بما في حزب الله والحوثيين وباقي التيارات والميليشيا الحشد وما لذلك في العراق وفي سوريا لجوءها إلى دعم تيار شيعي معتدل يعني هناك انهيار كبير جدا في شعبية حزب الله أو التشييع الإيراني في لبنان وهناك توجه جديد لم يكن مسبوك في طبيعة السياسة العربية في مواجهات الخطر الإيراني والخطر الفارسي والخطر الاثنى عشرين بأنه هناك تيار شيعي معتدل مجرد أو خارج من الخطابة الإيرانية يتم دعمه وتمويله وهذا التيار الشيعي بات مرجع للشيعة في لبنان وبدأ كثير جدا من الشيعة ينعتقون في ظل ثقافة الطائفية الإجبارية لهم من الخيار الإيراني حزب الله إلى الخيار التيار الشيعي المعتدل هذا وهذا التيار أيضا بدأ ينمو بسرعة مما أفقد كثير جدا من أرعب أو هدد مستقبل حزب الله في لبنان أيضا لأنه هذا التيار الشيعي في لبنان لديه استراتيجية واضحة يعني كثير جدا الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة والشخصيات الجماهيرية الشيعية استكتبهم هذا التيار المعتدل وبدأوا يترافع الأصوات من داخل الشيعة الشيعة في لبنان ثلاثين في المئة من سكان لبنان وبالتالي هناك مؤشرات جدا بأنه الأساس الذي يقوم عليه حزب الله في التواجد في لبنان هو الأساس العصبوي الشيعي وهذا العصب التكويني بدأ يهدد بهذا السياسات وبالتالي الحزب الله أو الحزب الإيراني هذا في لبنان يشعر بالتوتر ويشعر بالضعف بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادي والقدرة المالية لحزب الله ضاقت جدا يعني ليست فقط لبنان منهار اقتصادية ضاقت جدا لأن هناك وضع اقتصادي وهناك خناك كبير جدا يفرض على حزب الله تجارة المخدرات وكشف المخدرات التي تتم تصديرها من حزب الله إلى دول الخليق مراكز المخدرات في أمريكا الجنوبية كل هذا تم تكشيف المنابع عليها أيضا العقوبات الأمريكية أيضا قففت من القدرات المالية لحزب الله أيضا عدم دعم الدولة اللبنانية يعني الدول العربية وقفت الدعم عن الدول اللبنانية لأنه كل ما جاء رفيق الحريري أو جاءت حكومة سنية بالإدارة الموقف في لبنان كانت السعودية تدعم بمئات المليارات بعشرات المليارات دعمتها طيلة السنوات الماضية ولكن ما يحدث هو بأن القوى الإيرانية تقوم باستمتزاف هذه الميزانيات لصالحها وبالتالي لقأت أو اضطرت الدول العربية بما فيها المنطقة العربية السعودية إلى عدم دعم أي حكومة يعني السياسة السعودية مؤخرا تقول للبنانيين حلوا مشاكلكم في الداخل ثم أنا سيأتيكم الدعم أما أني أدعم المبالغ لا تذهب للمواطن اللبناني ولا للدولة اللبنانية ويمنطصها ويرتعها الحزب الإيراني لأن أقبل وهي السياسة صريحة كل هذه التداعيات عملت على أن أصبح حزب الله في الواضح في الرأي العام داخليا وخارجيا وأقليميا أدى لاحتلال إيراني بالوكالة للبنان من خلال هذا الحزب وأصبحت الأمور واضحة مما وهو ما لاحظنا في خطابات حسن نصر الأخيرة في الفترة الأخيرة في آخر ستة أشهر عندما بدأ خطابه متهور متوتر يفتقد إلى الثقة يفتقد إلى الاستعراضية المعهودة عنه يعني نشاهد بهذا الفيديو خطاب متوتر يفتقد إلى المنطق يفتقد إلى هامش المناورة التي كان يتمتع بها حصنا الله كخطيب منفوه نشاهد هذا المقطع الفيديو ثم نقوف عليه من الواجب في هذه المناسبة أن نتوجه أنا وأنتم بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران إلى سماحة القائد المفدى الإمام السيد علي الخامنة إذا مظله الشريف إلى فخامة رئيس الجمهورية آية الله السيد رئيسي إلى المسؤولين الكرام إلى الشعب العظيم الإيراني أن نتوجه إليهم بالشكر والتقدير على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان وشعب لبنان كما في المقاومة كان السند الحقيقي والقوي لنتمكن من تحرير أرضنا إيران تقف إلى جانبكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة لم تخذل يوما أصدقائها وخلفائها واليد المقطوعة لقاسم سليماني على أرض المطار في بغداد شاهد قوي على هذه الحقيقة أيها اللبنانيون بكل صدق الجمهورية الإسلامية على مدى 40 عاما لم تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية كما كنت أقول دائما لسنا أدوات عند هذه الدولة أو تلك الدولة حتى هذه الدولة الكريمة نحن سادة عند الولي الفقيح إذن بدأ حسن نصر الله يسعى دائما إلى تكرير رغم كل تاريخه يعني نسف تاريخ كله الذي يتحدث فيه عن إيران ثم بدأ يقول بأن إيران لن تتدخل قيلة الأربعين عاما في الشؤون الداخلية اللبنانية وهذا كفز فوق المنطق والواقع والحقيقة والمكشوف والواضح والبين لكل أعمى وكل ذو بصيرة وهذا يؤكد مدى تخبط حزب الله ويقول في النهاية لا يتدخلون ثم يقول ونحن سادة في ظل ولاية الفقيح إذن ما يحدث في لبنان حاليا هو فعلا تخبط والخطاب الحزب الله في حال التهور ونزوء هذا الخطاب الذي شاهدناه حاليا مع نزول الميليشيات لشوارع لبنان في ظل هذا الموضوع وفي ظل هذا القضية التي واضح تماما مسؤولية حزب الله فيها يؤكد مدى تخبط الرعونة التيار الإيراني في لبنان ثم يأتي يقول في نفس الخطاب ونشاهد هذا المخطأ أيضا مرة أخرى يتحدث عن دعم إيران للنفط يعني يتناقض يعني أصبح حسن نصر الله في خطابته الأخيرة يطلق أو يقدم خطاب يستهلك نفسه يأكل نفسه من قوة التناقض ومن قوة الطمس ما ظل يتباهي به يعني حسن نصر الله في أكثر من موقفه في أكثر من خطابه يتباهى بأن نتابع للقلية الفقية يعني نتحدث نشاهد هذا الفيديو ثم نعود اليوم في يوم العاشر أود أن أعلن أمامك وأمام الجميع أن سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد التي يجب أن تحضر في هذه السفينة قد أنجزت كل الترتيبات حملت بالأطنان المطلوبة وستبحر خلال ساعات ببركة الحسين سيد الشهداء في هذا اليوم إلى لبنان إذن كما شاهدنا هذا الفيديو الرجل يتحدث عن ببركة الحسين يعني فكرة الكهنوتية وكهننة هذا حقيقة إيران يعني ما أجعلني أختار هذه الحلقة هو حالة تتعري العمالة في النموذج الإيراني في هذه المرحلة وهذا ما يجعلنا نشاهد يعني نشاهد حقيقة نموذج أقوى من الحوثي وأوضح من الحوثي بهذا الشكل بهذا الصورة بهذا التجربة بهذا العمالة بهذا الإضطراب بهذا التخبط بهذا الأشياء فالأضطر الحزب أو حزب الله اضطر للتصعيد لهذا في ظل تخبطه لكن هذا التخبط أيضا يجعلنا نسأل سؤال يعني الذي جعل التخبط لحزب الله في لبنان يتم طبعا هم يريدون حتى نقفز المحورة الثالثة هم يريدون حرب أهلية لأن الحرب الهدية أندلعت ستنتصر فيها ذراعة إيران لأنها قوية جدا على مستوى الأرض لأنه أيضا الموارنة رغم الدعمهم من قبل فرنسا ومن قبل التحدي الأوروبي لا يتمتلك الاتحاد الأوروبي أو فرنسا الرغبة أو القدرة أو الميل في هذه المرحلة إلى التدخلات وإلى دعم قوات عسكرية وإلى إيجاد رسال قوات حد السلام وعلى ذلك وبالتالي سيتم بالتفادي الحرب الأهلية لكن نعود إلى السؤال الأهم لماذا أوراق إيران في لبنان وفي العراق طبعا في العراق حدثت انتخابات في عشرة وعشرة وانتهت بخسارة التيار الحشد أو فريق الحشد اللي هو الميليشيا الأكبر الإيرانية في العراق أمام تيار مقتدى الصدر الشيعي المعتدل المؤخرا في خطاب مختلف وقوة أخرى لماذا يحدث ما يحدث في العراق وفي إيران نتحدث طبعا هل هذا ما خلفية هذا الدهور في سابق الحلقات نحن نتحدث عن استراتيجية عربية جديدة في مواجهة الصراع العربي الإيراني والصراع العربي الفارسي والصراع الشيعي الاثنى عشري مع التيار السني في العرب مع التيارات السنية الحقيقية بمعزل عن الإخوان الإخوان والاثنى عشرية هذا تيارات الإسلام السياسي لا تمثل المذاهب الفقهية المنجردة من السياسة لكن هذا الصراعات أيضا هي الصراعات الصراع العربي الإيراني كل هذه الصراعات تتجسد بصراع معين تتمت فيه وإيران فيه تفوقت وتغولت ولسلما بعد سقوط العراق وغتيال الحريري ووصولا إلى ما نصل إليها اليوم لكن الاستراتيجيات كلها كانت حروب بالوكالة وكان منطق المواجهة بين التشيع والتسنن وبين الإيران والفرس والعرب كان هو السائد لكن مؤخرا في الحلقات الأخيرة كنت دائما أتحدث عن استراتيجية جديدة جاء بها حكام العرب الجدد والتحالف الرباعي ودائما كنت أتحدث عن فقه استراتيجي جديد للرئيس ولي العهد السعودي والرئيس الإمارات والقادة الإمارات وكل ما ذلك بأن هناك عقلية جديدة عقلية حولت أو غيرت إدارة الصراع غيرت عنوين وصياغة الصراع مختنة مع إيران بصورة كاملة وأنه تعمقوا في أعماق المواجهة لم يعني غيروا إدارة الصراع من صراع الذي تريده إيران على أساس طائفي وعلى أساس كذا إلى صراع مختلف يعني ثقافة المقاطعة وإدارة الظهر والحروب بالوكالة مع إيران ثقافة إيران أثبتت بأنها تنتج منها فوضى وتربح في تلك المعارك وأثبتت أيضا أن لا نستطيع التعامل معها لأن إيران تمتلك ضوء أخضر عالمي لأنه يتوافق هذه السياسة مع السياسة الأمريكية والسياسة الاستراتيجية والأساسية بعد وصول أوباما بتمزيق وتقسيم الشرق الأوسط وإعادة رسم الخريطة في المنطقة العربية وأيضا لأنه نحن لا نمتلك إلا خطاب دفاعي يعني في الخطاب الصراع الأيدلوجي أيضا فشلت فيها الإيران يعني فشلت فيه فشل ذريع يعني لم تستطيع إيران دولة قامت أو على أساس تصدير الثورة والثورة هو منطق أيدلوجي ولكن طبعا السعودية كبهة أساسية بالنسبة لهذا البرنامج الإيراني السعودية دولة أقوى في نحية الأيدلوجية دولة تمتلك الأماكن المقدسة تمتلك المكة تمتلك المدينة وبالتالي فشلت بدأت إيران منذ سقوط العراق باتجاه حصار الخليج عن طريق السعودية عن طريق اليمن عن طريق سوريا كذا ولكن هناك تحولات هذا التحولات أنه يتم التعامل مع قوم عينة يعني يلاحظ مثلا أنه هناك حوار سعودي إيراني الحوار السعودي الإيراني هذا يسير باتجاه معين مع بقاء الصراع يعني ما يحدث حاليا هو تغير العقلي للإستراتيجية العربية في ظل إدارة الصراع مع إيران وليس تإنهاء الصراع لأن الصراع مع إيران صراع جيوستراتيجي وليس صراع وجودي وليس صراع يرتبط بحكومة أو بشخص قيادة معي وبالتالي الذي يحدث حاليا كما نشاهده هو حوار كبير بين السعودية وبين إيران هناك تصريحات بعودة السفر الإيرانية إلى جدة وهذا تطور وتحول كبير أستطيع أقول بأن هناك اقتراب من النموذج السعودي أو النموذج العربي الجديد من النموذج الإماراتي النموذج الإماراتي نموذج يتعادى أو يدخل في صراعات مع الإمارات ولكنه يحافظ على مستوى معينة الدبلوماسية وهذه العقلية استراتيجية ترهق إيران لأنها لا تستطيع التعامل معها في ظل إيران التي ستواجه الآن خطر من طالبان لأن هناك تفجيرات كما لاحظنا بعد أقل من شهر من الوصول طالبان إلى كابول هناك الأسماع الأذربيجانية هناك تحولات هناك تطبيق اقتصادي على إيران هناك تخبط إيران حملت طموحات أكبر لإمكانياتها كل ما يحدث في بيروت يؤكد على مدى ضعف حزب الله لا ننسى أن حزب الله لا يمتلك قدرة مالية بسبب دوره الذي في سوريا إذن هناك تضييق هناك ضرب لتجارات المخدرات التي يمتلكها كل هذا يجعل حزب الله في حالة تهاوي وهو يريد أن يتجر لبنان إلى الحرب الأهلية فإذن هناك التواجل الإيراني أيضا في المنطقة يعمل على سكتب لأن التواجل الإيراني ينجح على الفوضى لكن هذا الفوضى الذي تجعله ينجح في المعارك هو يفشل في ابتزاز الدول يعني هو يجد مليشيا وينفق عليها ويصرفها هو يريد أن يصل إلى مارب يريد أن يصل إلى يريد أن يستحفظ على النفط لكن أيضا في لبنان الدولة تعطلت لا تستطيع أن تأتي بموارد حزب الله اليمن الدولة تعطلت لا تأتي بموارد حزب الله سوريا كذلك الدولة الوحيدة التي تستفيد منها إيران هي العراق إذن إيران تواجه ضعف فإيجاد كمان لاحظ مثلا انتهاء الانتخابات العراقية بفوز تيار مقتدر الصدر في ظل اللقاء أو الزيارة الخاصة وبوفق دعوة من كاميرا محمد بن سلمان لمقتدر الصدر وهذا يؤكد بأن العقلية الاستراتيجية العربية الجديدة ساغت إدارة جديدة للصراع مع إيران هذا السياغة أو هذا الصراع سيكون أفضل هذه التحولات لها طبعا هذا العقلية الاستراتيجية الجديدة العربية في مواجهة إيران هي عنوان لحلقات وليست جزء من هذه الحلقة وسنتحدث فيه في حلقات قادمة لكن هذا العنوان كبير جدا وما يحدث في بيروت وما يحدث في بغداد لهم دور كبير جدا في عقلية عربية جديدة لإدارة الصراع مع إيران انتهت حلقته لهذا اليوم الرحمة والخلود الزعيم عبدالله صلى تحير جمهر وليمانيا وإلى حلقة قادمة بذل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة